أتوجه الآن مشاهدين للتعرف على آخر الأرقام المسجلة في العالم بخصوص فيروس كورونا ربما الذي ينتشر في العالم نمسح نقوم بمسحة ربما في الأرقام ونتعرف على آخر الأرقام والإحصائيات حيث سجلت ربما وصل فيروس كورونا في انتشاره وصل في انتشاره ليبلغ 2.263.951 حالة مؤكدة عبر العالم عدد الوفيات التي ربما توفت بسبب فيروس كورونا هو 185.613 حالة في حين عدد حالات الشفاء ربما هذا الأسبوع الأخير الذي نعيشه هذا الأسبوع حالة الشفاء تضاعفت أو ازدادت أو ارتفعت نسبتها مقارنة بالأسبوع الماضية التي كانت ربما نسبة الوفيات هي حوالي 25% إلى 27% من حالات الشفاء اليوم حالات الوفيات قلت مقارنة بحالات الشفاء ربما هي في تقريبا في ربع يعني تقريبا بقاتت لكن بشكل بسيط بسيط ربما 23-22% مقارنة بعدد حالات الشفاء ل715.033 حالة تم تسجيلها كحالة تعافت وتشفيت من فيروس كورونا طبعا هذه الأرقام تأتيكم من وكالة رويترز حسب وكالة رويترز في ساعة الأخيرة سجلتها وكالة رويترز أمريكا ربما استثناء في هذا العالم تقريبا تحوز على أكبر نسبة من هذا الاثنين مليون المصابين تحوز وحدها أمريكا 856.832 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا وأمريكا هي التي ربما تساهم في رفع هذا الرقم إلى 2 مليون 800 ألف حالة أكثر من 850 ألف حالة في أمريكا فقط 48 ألف حالة وفاة للأسف و84 ألف حالة شفاء وتعافي في إسبانيا 213 ألفا و24 حالة 22 حالة وفاة يعني 10% وفيات 89% حالة متعافية تقريبا 30% من حالات الشفاء أو أكثر 187 ألف حالة و327 مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا 25 ألف حالة وفاة أكثر من 12% إلى 13% حالات الوفاة و54 ألف و543 حالة شفاء في فرنسا تقريبا 160 ألف حالة مصابة مؤكدة 21 ألف حالة وفاة و40 ألف حالة ربما متعافات 25% حالات ونسبة حالات الشفاء في فرنسا في ألمانيا الاستثناء موجود في ألمانيا دائما هذه الدولة ربما العلمية هذه النهضة العلمية 150 ألف حالة رغم ذلك تسجل 5000 حالة فقط وفيات و100 حالة شفاء يعني ربما فاقت الصين في حالات التعافي والشفاء ألمانيا فاقت الصين في الحالات التي شفيت من فيروس كورونا هي الأولى عالميا من خلال حالات الشفاء إذن نتابع الجزائر لا تزال في مكانتها تقريبا خلال كل الأسبوع الماضية دائما في نفس المنطقة في نفس الترتيب تقريبا ب99 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة 2019 حالات تم تسجيلها إلى غاية اليوم حالات إصابة مؤكدة بالفيروس حصيلت الوفيات 432 رحمهم الله جميعا و1204 حالات تعافت وشفيت ربما 50% من حالات الإصابة بالفيروس تمشي فأها هذا ربما رقم يفرح ويسعد لا مش 50 حوالي 40 38% نسبة مليحة مقارنة بعدد حالات الإصابة المؤكدة كما تم تسجيل ربما خلال 24 ساعة في الجزائر 52 حالة شفاء جديدة إن شاء الله يكبرها ترقم حالات شفاء نتمنى أن يتضاعف في حين أن الجزائر ربما الاستثناء فيها أنها تعالج كل من يتم ربما من يعني يكون فيه شك أنه مريض بالفيروس تعالجه بأغلب حتى وإن كلم تتأكد حالته بالإصابة ربما يتم علاجه وضعه تحت علاج بروتوكول هيدروكسي كلوروكين وعدد هؤلاء 4609 حالة تعالج ببروتوكول علاج هيدروكسي كلوروكين كما تلاحظون هذه الدقيقة الأخيرة ارتفع الرقم بعدد بسيطها في الرقم الأصفر وحتى حالات الشفاء زادت مشاهدنا إذن